من ظلم إلى ظلم جديد هذا حال مدينة الموصل فإعلان السيطرة على المدينة وتدمير جلها لم يجنب أهلها الوقوع بابتحان جديد عنوانه سطوة الميليشيات وكالة الأنضول وفي تقرير لها تؤكد أن الاستقرار ما زال حلما بعيد المنال عن سكان الموصل في ظل وجود ميليشيا الحجد التي تمارس السطوة المسلحة والابتزاز ضد المدنيين بحجة التطقيق الأمني ثم تسرق أموالهم وتضيف الوكالة أنه خلال الاثنين والسبعين ساعة الماضية سجلت أربع جرائم السطو في الجانب الغربي لمدينة الموصل ولا يقف الانهيار الأمني في الموصل عند هذا الحد بل يتعده إلى فرض هذه الميليشيات أتاوات على أعمال الأعمار التي يقوم بها أهالي المدينة الذين ملوا انتظار الحكومة فضلا عن عمليات الاستيلاء على منازل في المدينة كما تنقل منظمة هيومان رايتس ووتش عن قائد الشرطة السابق في الموصل أن أفرادا من الميليشيات استولوا على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة وتنامت سطوة هذه الميليشيات لدرجة أن قوات الأمن المحلية لم تسلم منها حيث تؤكد مصادر أمنية اقتحام الميليشيا مقر الفوج الأول للشرطة في حي الحدباء لإطلاق صراح عناصر تابعين لها كما وأطلقت في وقت سابق النار على دورية بالموصل وقتلت شرطيا وجرحت آخر واقعا يبدو أن حكومة العباد اتخذت فيه وضع المزهرية لا تحرك ساكنا عجزة عن ردع ميليشيات الحج التي يتجاوز عددها اليوم خمسين فصيلا في وقت يتهم أهالي الموصل الحكومة ومجلس النواب بالتورط بدعمها وتشريع وجودها لتصبح قوات رديفة للجيش لا وبل محمية من العقاب